بسم الله الرحمن الرحيم الأخت الرئيسة مريم رجوي الإخوة والأخوات الحضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا اليوم الفضيل من العشر أواخر من شهر رمضان الذي هو شهر أمة الإسلام فقد فرض الصيام على الأمم الأخرى أيامًا معدودات أما أمة الإسلام فقد خُصِّص لها شهرٌ خاص أولُّه رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عِتكٌ من النار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًا للناس إن رسالة الإسلام الحقَّة هي رسالة الرحمة ونشر الخير بين الناس وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين رسالة نشر الخير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ ويكون الرسول عليكم شهيدًا مخطئٌ من يظنُّ أن الإسلام يقوم على العنف والتطرُّف والإرهاب أو الظلم والاستبداد وقهر الشعوب وإقصاء الآخر يا أيها الناس إِنَّا خلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا أي لتتعاونُوا وتعرفوا بعضكم إن النظام الذي يضع كل إمكاناته لإثارة الفتن وزرع الطائفية والأحقاد نظامٌ لا صلة له بالإسلام وإن ادَّعَى ذلك إن منطقتنا العربية تعاني من ممارسات النظام الإيراني وتدخلاته والفتن التي زرعها بين شعوب المنطقة باسم تصدير الثورة أحيانًا وباسم نشر المذهب أحيانًا أخرى مما جعل المنطقة كلها مشتعلة في العراق، في سوريا، في البحرين، في اليمن، في أي مكانٍ يصلُ إليه ينفُثُ سمومة إننا نحيي منظمة مجاهدي خلق التي ومنذ تأسيسها قد اختارت طريق فهم الإسلام على أنه دين الحرية والعدالة والتعايش بين الشعوب فانطلقت منذ بدايتها سنة 65 ضد استبداد الشاه وأسهمت في الثورة الشعبية عليه لكنها فوجئت بمن اختطف تلك الثورة الشعبية ومضى بها نحو نظامٍ أكثر استبدادًا وأكثر خطورةً لأنه استخدمت الدين أداةً لطغيانه فوقفت هذه المنظمة بكل شجاعةٍ تتصدَّى لهذا الاعتداء ولهذا التمثيل السيِّئ للإسلام وقدَّمت آلافاً بل عشرات الآلاف من الشهداء وهي تواجه هذا النظام المستبد لجأ كثيرون منهم إلى العراق لكن الأحداث تتابعت في المنطقة ليستولي النظام الإيراني على العراق بعد احتلالٍ أمريكيٍ لها وتعرَّض المجاهدون إلى أزمةٍ صعبةٍ انتهت بأن يعيشوا في مخيم اللجوء بنوه بعرقهم وجهدهم لكن الرموز الشرِّ ظلَّت تُطارِدُهم وتضيِّق الخناق عليهم وتهاجمهم وتقتل منهم وترغمهم أن ينتقلوا إلى معسكر لبرتي مع سلبهم أبسط حقوق الإنسانية وإننا من هنا نُحيِّيهم في مخيم لبرتي وفي مخيم أشرف نُحيِّيهم وندعُ لهم في هذه الأيام الفضيلة بالخلاص والحرِّية نحن في البرلمان الأردني متعاطفون مع الإخوة المجاهدين في لبرتي وأشرف ونُطالب بصيانة كرامتهم ومنحهم حقوقهم كلاجئين مدنيين ومنذ سنوات وغالبية النُواب الأردنيين يُثبتون أنهم مع قضايا هؤلاء المجاهدين ومعهم بدافع إنساني فتحيَّ من البرلمان الأردني إلى أولئك المجاهدين في مخيم لبرتي وأشرف أخيراً نتمنى أن يتخلَّص الشعب الإيراني من نظام الطغيان وأن يُنعم الله عليه بالأمن والاستقرار والتوقف عن التدخلات مع جيرانه ليعيش الشعب الإيراني آمناً مطمئناً مزدهراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته